بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي الجلال والإكرام والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنام اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته الإنسان وهو يعيش حياته ودنياه يمر بأزمات ويمر بصعاب ويمر بمشاق في هذه الحياة قال الله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون إذن ماذا نفعل؟ نبينا صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط إنسان فقد حبيبا إنسان ابتله الله بمرض ابتله الله بفقر ابتله الله بكذا وكذا من أنواع الابتلاءات ماذا يفعل؟ إنها رسائل لكل مبتلى بداية يصبر فإن مولانا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ومولانا سبحانه جعل عاقبة الصبر رفعة عاقبة الصبر علو والذي يقرأ أواخر سورة النحل مع أوائل سورة الإسراء يلحظ هذا المعنى الجميل والذي يقرأ أواخر سورة الطور مع أوائل سورة النجم التي تحدث الله فيها عن المعراج وفيها معنى العلو والرفعة يلحظ ويدرك هذا المعنى أن الصبر علو أن الصبر رفعة أن الصبر منزلة سامقة رفيعة وَلَإِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبِرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُوا فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ وَبَدَأَتْ سُورَةُ الْإِسْراءَ بدأ العلو بدأت المعية بدأت العناية بدأت الرعاية والحماية والولاية وهناك في أواخر سورة الطور واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا لاحظ هذا المعنى والمغزى فإنك بأعيننا هناك يقول الله لأحد الأنبياء ولتصنع على عيني إنما أنت يا رسول الله فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحوا إذبار النجوم وبدأت سورة النجم التي تحدث الله فيها عن المعراج تحدث فيها عن الرفعة والعلو والمكانة ومقابلة الأنبياء هكذا أيها المبتلى اصبر وسترى العاقبة المحمودة سترى معية الله وعنايته سترى حماية الله وولايته ثم لازم ذكر الله ثانيا لازم ذكر الله تعالى مولانا يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب لاحظ هذه الآية في سورة الرعد لو أن القرآن أو في غير القرآن سورة أو آية كهذه توضع في سورة غافر مثلاً أو في سورة محمد صلى الله عليه وسلم إنما هذه الآية في القرآن الكريم في قلب سورة الرعد والرعد صيحة وصوت عظيم أهلك الله به أمماً وحضارات ماذا تريد أن تقول يا مولانا؟ يريد ربنا أن يرسل إليك هذه الرسالة أيها المبتلى يريد ربك أن يقول لو كنت وسط المخاوف الرعد لو كنت وسط الأهوال الرعد لو كنت وسط المصائب بذكرك مولاك ستخرج منها سليماً معافاً الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ثم عليك بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عمود النصر في غزوة الأحزاب كما في سورة الأحزاب بعد البداية وقبل الختام ذكر الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكراً كثيراً وقبل الختام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً فلاحظ هذه الرسائل وغيرها أيها المبتلة لتصل إلى بر الأمان ولا تيأس من رحمة ربك الرحمن وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله شكراً لكم